مرحبا بكم معي ريما في الفيديو جديد الفيديو دي اليوم ان شاء الله غادي نخدموه واحدة كسيوة بشكية زوين كلاسيك سوف نفصلوها من هاد الريدو هذا خاميه كنت ديجا باقتجيتها معاكم في واحد للايف وريدكم لازور اللي خديت اللي غادي ندير بيهم هكا حويجات وريدكم تا هاد الريدو هذا عجبتني بزاف وقلت ما غادي نجيني إلا كسيوة اللي ندير فيها هاد ديتي هاكا من التحت وغادي ناكيد غادي ندير لي هاد دوبلا خيز كما كتشوفو توب أرقيق وكيبيين أول حاجة غادي ندير قبل ما نبدأ أي حاجة قبل ما نحطي تضيف الفصالة غادي نحيد هاد الهاد الاباندا هادي ديال الخاميه غادي نحيد ها كاملا ما عندي ما ندير بيها ما غا نحتاجه هاش من بعد غادي نتني التوب على الأربعة وغادي ناخد نفصل الباتخون ديالي ديالكسوة الفوقاني غادي تكون جوج ديال القطع حطيت العبار ديالالكول العبار ديالكتيفات هبطنا بتاسة سنتيم طلعنا عاو تاني بديكت لاسة سنتيم ربطناها مع الكل درنا العبار ديال بتركيز العبار ديالصدر راكم عارفين الباتخون دي ما كان نفاق تاجيه معاكم غادي نحط العبار ديالصدر ديالي ونحط العبار ديال الخسر ديالي وغادي نصيل بخط كيف ما كتشوفو من بعد غادي نقطع الباتخون ديالي كامل واكيد سنتيمات ديال الخياطة السورجي ما ننساوهمش من بعد غادي ندوز للقدام غادي ندير الكول في غادي نهبط تقريبا بحتاش لسنتيم وغادي ندير كول في متو مع لحسب لي بغيتو بغيتو تهبطو كتر من حضاش لسان بغيتو تديرو غير قل ديرو اللي بغيتو موهم من اللي قد ديت الباتخون ديالي هنا يغادي ناخد باش غادي ندير واحد القطعة واحدة اخرى فوق من الكول ديالي نفس العبارة ونفس كل شي من غير الكتاف الكتاف تقريبا زدت واحد لعشرين سنتيم على العبارة ديال الكتاف اللي عندي انا راكم كتشوفو العبارات كلهم من غير الكل هو اللي تراسيت الكل والطول والارتفاع ديال ديال السدر اما ما تباقي كله درتو زايد فيه عشرين سنتيم ما محبت لا تركيز لا تاشي حاجة من بعد هاداك الزايد اللي انا يزدك 20 سنتيم اللي انا زدت هادين دخلها كلها بليات وسط من الكتاف عليها قوت لكم غايجيوا البليات في الكتاف وهادوك البليات اللي انا درت في الكتاف غادي نديرهم حتى من لتحت ديال الكسوا او لا من لتحت ديال هادك الفوق يعني ديال الكسوا بحالاك في الفيديو راكيبين لكم كل شي ما تحتجوش انكم تقزوا مع الشرح ديالي لما فهمتوش هادوك البليات غادي نحاول ان قادهم مع التحت وكيم ما كنتشوفو راني كنجرتوا بالقال وترسلية في نتص THEY م virginia من بعد ما تبستوهم بالماكينة سلاح دوك البليات ديالي وكيم ما كنتشوفو كي يجيو خوصل اللي اي أم снимه لديهم جيدざيكب من بعد غادي مجرзд الان وعالم الادس عليهم الجنو باليد سنقطع نفس العبار ديالو على ذاك الشائط اللي او لذاك الفائد مهم مكزوية للشائط تكشير يبقى شائطلية من التوب في البياسة من الفق غادي نحيد من الجنيبات وغادي نقاد التركيز باش يجيني كل شي هو هاداك هنا خليت واحد الفتحاء في التحت ديال الدورة ديال الخسر باش نقلب منها الكل باش نسد الكل عاد باش نقلب الفقاني ديال الكتوة نتمنى انكم تكونوا فهمتم مهم هناكي ينجو جوج ديال الكتار تخص هم يتفين هنا هنا على الكتاف خليته واحد السنتيم راكم كتشوفوا واحد السنتيم خليته محلول ما درش في خياطه ما ما خيتوتوش سنتيم من هنا و سنتيم من هنا باش من اللي نسد الكل من اللي نقلب البياسة دياري و نسد الكل دك السنتيم يتسد معاها ده بغادي نسد الكل كامل و نعود نقلب البياسة دياري بشكل عادي و غايت فينا الكل بوحدو ما نحتاج معاها لا بيه لا دوبلغ لا تشي حاجة خصوصا انه طوب كيبين يعني الدوبلغ يبقى لي مفضوح يبقى لي ديفو عايب ما غيجيش هو هاداك ما شفقت قليلا قيمت اتسا تحضر الكل الكل ديا لللور لا تساعد لديه الدوبلغ و لكن قبل ما نتزال الكل هنا سنقلب البياسة دياري ولكن ضروري نقلب افتيحة في هذا القنت باش من لي نقلب الكل يتقلبه هو مرتاح يبقى لي يكتوب مرتاح مطلوق كل شي هو ما يأتي مكمش او يوجد مقبط من القنت ما شفقت قليلا يبقى لي كل شي هو هذا ويبقى لي كل شي انفيني من بعد ما قلبت هاد البيتة ديالي غادي نحاول نخرج لها قاعد القنيتات ونصلح لها الكل مزيان ونتأكد بلي الكل ما فيه تشي ديفول عباراته ما هادو كل شي هو هاداك هاد باش غادي ندوز كيما قلت لكم الكل ديال اللور الكل ديال اللور ما غادي لليش دوبلغ غادي نديلي هاد البيه هادا حيث البيه كيبقى يبحلا سترديز الدوبلغ يلا درتو غادي بقى نفضوح ليه في الظهر ديال الكسوة خصوصا انا كيقلت لكم توب كيبيا يعني توب رهيف وغالبا اصلا الريدويات ديال هكذا اللي كيكونو ريدويات الخوامي كيكون توب ديالهم رهيف في الآغلبية كيكون توب رهيف يعني لخدمتو بحال هاد الموديل هادا في حال هاد توب هادا كيكون كيبيا حاولوا انكم ما ديروش دوبلغ حاولوا انكم ديفوية ديال الخياطة او لديك توب كيبقى شايف ما تخليوش ديرو السورجي فيني وكل شي حيث كيبقى باين ملفوق ديال البياسة هنا من بعد ما كملنا دوست البيع لالكل ديالي فينيتو وكل شي غادي ندوز باش غادي لتصق الكثيفة مع بعضياتهم يعني البياسة ديالي غادي توليك تب باش ندوزو الكمام الكمام ما غا نفصلهم مش غادي ناخد واحد الشارع الطويل اللي غا نعبر الدورة ديال ديال التركيز ديالي كولها يعني الدورة كلها من القدام ومن اللور غا نقسمها على جوج تكشي اللي غادي خرج ليها غادي نزيد فيه مثلا بغيتوا البليات بزاف او لا بغيتوا داك الكميما تيجوا مفرفرين بزاف كديروحتى الميترو ديال توب زايد يعني العبار داك اللي خرج لكم الخارج اللي خرج لكم بعد ما قسمتو العبار ديال التركيز ديالكم على جوج كتزيدوا عليه واحد الميترو اذا بغيتوا البليات كتارين بغيتوهم معقولين كتديروا خمسين خمسين ميترو وولا اه قلت لكم مترو في اللول من بعد خمسين سنتيم انا را كنت نقول لكم خمسين مترو مهم كنديرو في اللول بغيناهم كتارين يعني داك شي او فرع وتاني ومنفوخ بزاف كتديروحتى الميترو بغيتوهم معقولين خمسين سنتيم وانتوما غادينوا كتنقصوا على حسب البليات اللي انتوما بغيين تضيفو في هدوك الكميمات انا هنا يضفت غي خمسين سنتيم وخليت بزايد باش عيني ميزاني عجبوني البليات كتارين را كنديرهم كتارين عجبوني قلالين را غدي نخليهم قلالين مهم انا دي ما كنبغي نخلي العبار ديال التوب زايد عندي باش انا نتحكم فيه ماشي هو يتحكم فيه ونصدق واحلا غادين نشد هدك الشارط اللي انا درت درت فيه عشرين سنتيم في العرض باش ملي كنتنيه على جوج بحالك كي ماشتو كتبقى ليا عشرة سنتيم قيا ديالي ديال الكم يجيني داك شي هو هدك غادين تنيها على جوج كي ما قلت لكم غادين ناخد البليات غادين بقى ندير بليا وننتبتها بالفنيتا ونعود ندير بليا وحدا قراء ونتبتها بالفنيتا وانا غادا من بعدها حتى غادين ندهوز لما كانوا نصيحة دي ما كان قولها لكم الفنيتات هما اللوول لابنغل كينفعو بزاف الواحد درجة ما تصوروش على البناتك كيبينو لك تديفو في البياسة والصادقة والما صادقاش كيبينو لك واشتوب كافي وما كافيش مهم استملوهم را هم كينفعو هنا من بعد ما كمنا الكميمات ودك تفرفير ودك شي كامل غادين ندوز باش غادين نصيد البياسة من الفوق البياسة الفوقانية ديالكسيوه غادين نحاول ناكل شوية من هدك الشريط اللي درنا في الكميمات باش ما يجينيش كي بي عريان من جهة الباط يعني ما يبقاش بيليا باطي ملتحت وصدري ملتحت ضروري يتجمع شوية عاد باش نصيد لنصيد الفوقانية الكسوه كيف ما بغيت انا من بعد غادين ناخد هدا كتوب اللي في هديك البانضة من التحت غادين نبدال العبار من البانضة من التحت حيث هي اللي بغيتها تكون ليه في الكسوه ونضع طرف التحتاني الذي يريد أن يكون في الكسوة كاملة ونقسم الطول أو الارتفاع الصدر التي تقوم بها في البياسة الفقانية وهذا الشيء الذي سيشيط لي هو الذي سنقوم بها في القطعة التحتانية من بعد شديدت هذه القطعة كاملة من بعد 2-4 قطعت فيه الطول الذي أريد القطعة التحتانية قطعته وخضيت الغرزة الواسعة في الماكينة ونضعتها على طريف التوب ونضعتها على كشكاشة ونضعته على البياسة وهذه هي النتيجة من بعد ما فينا الكسوة كاملة وصبناها وصلحناها وكل شيء جهوه شوفوا الاشكيل كلاسيك زوينة سامبل بيض فبيض من غير هذا الدتايل التي تقوم بالتحت وراء تشوفوها كتبين راكينين واحد الكسيوات التي تلبسون من التحت اتلقى ان شاء الله فيديو جديد باي باي